السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعيني الحلوين ازايكم? عاملين ايه كل سنة وانتم طيبين? عيد سعيد عليكم. جاي لكم مش بكحك وبسكوت ولا اي حاجة جاي لكم بحمام ولحمة وكالعادة يعني. عايز اقول لكم النهاردة الوقفة كل سنة وانتم طيبين. الاردر ده كان عندي من يومين. عندي الاردرات تانية لسه كتير قوي بتاعت رمضان وكده بس ما كنتش بالحق انزلها. انزلها معكم الفترة اللي جاية. بس حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. وبالنسبة للمشكلة بتاعتي بتاعت الاشتراكات. تواصلت مع الدعم. والله يعني ما فادونيش بحاجة. بس الحمد لله هما بيقولولي عايزي اليوتيوب آآ طالع ونازل كده بالنسبة للاشتراكات على حسب. فالله المستعين يعني. بس انا كنت حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وعايز اشكر الحجة ام ابراهيم بجد. عايز اقول لكم انا دموعي نزلت لما كلمتني النهاردة تعيد علي. والله كنت في الشارع بشتري حاجات. للأوردر وكده. وآآ عايز اقول لكم لما شفت رقامها كده وبتتصل بي مخصوص عشان تقول لي كل سنة وانتم وانت طيبة. وتدعي لي كده كمية الدعاوي اللي هي دعتها لي والله العظيم جسمي اشعر. يعني بجد ربنا يجازيها كل خير. ربنا يبرك لها في صحتها وفي ولادها. اي حد والله ربنا يعلم اي حد بيتعامل معايا او بيكتب لي اي كلمة في التعليقات او اي حاجة. والله بحس اللي هو فعلا حد من اهلي. ربنا يدمكم نعمة في حياتي وعيد سعيدة عليكم. دعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. طبعا انتم خلاص حرفتوا الطرق بتاعتي وكل حاجة. بس اه حبة ايه او يعني قلت اي فيديو عندي المهم اللي انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بصوا بداية كده بقى انا كان عندي اه الوردر كان ده ده كان اوردرين. اوردر في لحمة ورز وشربة وحاجات كده. ووردر تاني حنشوفوه. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا كان معايا لحمة. ديتها تشويحة كده مع علاقة ثمنة وفص مستيكة. وبعدين اول لما تشوحت. قمت بقى نازل عليها بمية مغلية وحطيت بقى بصل وطماطم. وعندك هرقلوري حبهان فلفل اسود. الحاجات اللي انت بتحطيها في الشربة بتاعتك العادية. وسبتها بقى كده ايه? على نار هادية لغاية لما تستوي. تعالوا هنا بقى في الحلة اللي هنا جديت. انا حطيت معلقة ثمنة. وفص مستيكة صغية كده برضو. وحطيت ايه بصل. وسبته يتحمر جامد قوي. عيسيبه بقى لغاية لما ياخد اللون الايه? الكارامل ده. ده. وفي الطاصة بقى التانية زي ما انتم شايفين كده. آآ جبت برضو بصل. حطيت معلقة ثمنة وححمر ايه بصلاية بس ايه? مش هخليها تاخد لون جامد زي الايه? الحلة دي. ليه بقى? لان انا بحب في الحمام في حشوة الحمام قدي البصل لون دهبي كده غامق شوية. بعد كده بقى اول لما البصل اخد لون قمت نازلة طبعا بالكبدة غسلها كويس قوي. وبعدين جبت البصل عالجنب كده ونزلت بالكبدة وحطيت عليه بقى شوية فلفل اسود ورشت قرفة. ودت له تشويحة كده على نارية عالية طبعا عشان الكبدة ما تنزلش ايه? مية. وبعد كده بقى ايه? اهم حاجة بقى في الكبدة اللي تحط رشت كمان ايه? جسط طيب. انا مش هعمله بحشوة الرز انا هعمل بحشوة الفريق. فالفريق بيبقى حلوة قوي معي اللي انت تحط ايه? اه جسط طيب زي ما قلت لكم. انا حطيت رشة صغيرة من القرفة ورشة صغيرة من جسط طيب. حبدأ بقى اشوح كل الكلام ده مع بعضه. في الطاصة التانية بقى هعصج لحمة بالطريقة العادية خالص. بعد لما البصل دبل كده معي نزلت باللحمة. واول لما فكت كده من بعضها هحط عليها بقى ايه? شوية التوابل بتاعتي. تعالوا هنا بقى نحط ايه? الفريق زي ما انتم شايفين الفريق دوت انا غسله كويس قوي ونقعيه حوالي ربع ساعة كده. وبعد كده بقى اول هنصفيه من المية كويس. وهنزل عليه ايه? بالحشو. هنا بقى حطيت بقى التوابل اللحمة. حطيت بقى ملح وفلفل اسود وشوية من ايه? من البابريكا لو عندك. تمام? اول لبقى لما يتشوح بقى الفريق معي كده وكويس قوي تدي له تشويحة حلوة قوي. التشويحة دي يعني اتحاول لي تنشفيه من المية. حنزل عليه بقى زبط بقى الملح بتاعه وكمان حط ايه? فلفل اسود. وخلاص على كده. طبعا انا حطت جزد التيب وحطة ارفة مع الكبدة وهي بتتشوح. لو لقيت انا لقيت الكمية بتاعت الجزد التيب قليلة لان انا عملة نصف كيلو من الفريق. فقمت مزودة حاجة بسيطة. تمام? هنا بقى خلاص سبت بقى نقلت زودته مية الفريق ونقلته بقى على العين اللي هناك كده وهديت عليه النار يستوي عادي زي رز خمسين في المية. تمام? وبعد كده بقى حاجيب اللحمة المفرومة وححشي ايه? السامبوسك زي ما انتم شايفين. وعملت اللزق بتاعها دوت ايه مية بدقيق كده زي ما انتم شايفين تبقى عجينة تقيلة شوية عشان ايه تالزق بها السامبوسك. فحط اللحمة كده زي ما انتم شايفين واقفل كده ايه? اه بالطريقة دي. طبعا انت بقى يعني اقفليها بالطريقة اللي انت بتعرفي تعمليها بيها. انا مش بعرف اعملها اللي زي ما قلت لكم كده على رخامة على حصانية المهم اللي هي تبقى الورقة مفردة قدامي كده زي ما انتم شايفين. الحلة دي بقى جبت الحلة وحطيت فيها مية علشان ايه اسلق فيها الحمام. فقلت ايه تغلي معي عبلا ما ايه احشي. هنا بقى تعالوا بقى نعمل حبة رز بالشعرية زي ما قلت لكم اللي ده كان اردرين. اه حنعمل بقى حبة رز بالشعرية للأردر الاولاني. زي ما انتم شايفين جده حطيت معلقة من زي الزبدة على شوية معلقة من الزيت او معلقتين من الزيت على حسب كمية الرز اللي هتعمليها. وبعدين نزلت بقى بالشعرية وديتها بقى حتى الدهبي. وبعد كده نزلت بالرز وشوحته كده مع حبة الملح وخلاص ازود له المية وخلاص. في الوقت ده بقى انا كنت حاشيت الحمام ما حبيتش بقى طول عليكم الفيديو. انا قلت انزل لكم بحاجة خفيفة كده. بس اللي انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى حصلوا بقى الحمام بالطريقة العادية خالص. بس اهم حاجة فالقى الحمام علشان ما يفرقعش منك. آآ ما تحطيش الحمام على بطنه يعني على لا تحطيه على ضهره على مش على حشوة رز فاهميني. وحطيت بقى بصل وطماطم حبهان مستيكا ورقلوري الحاجات اللي عندك. وشوية من الفلفل اسود وملح. وعسيبه بقى يستوي بقى على يغلي وبعدين مغطية عليه. ومهدية بقى النار بس اهم حاجة ما تغطيش الحلة خالص. لا وربي هكده. تمام? هنا بقى جبت الشربة بتاعت اللحمة زي ما انتم شايفين قمت جايبة عاملة ايه بقى اخدت منها شوية عشان نعمل بقى ايه الملوخية. طبعا الملوخية كلنا بنعرف نعملها. اخدت شوية من الشربة حتتها تغلي وبعدين نزلت بالملوخية. وكت حتى في الشربة فص توم. وفي الجنب التاني في الطاصة قمت حتى برضو معلقة سامنة كبيرة قمت حتى توم. اول لما توم بدأ ياخد لون كده قمت نازل عليه بشوية من الكزبرة. ما تحطيش الكزبرة مع التوم البداية عشان التوم بياخد وقت في التحميل. طبعا بالمضرب السلك كده عشان تحملي للملوخية عرق وتبقى حلوة. بس انا ما بشهقش عليها. انا بحطها كده وخلاص لاني مش بعرف. بس. وخلاص على كده والملوخية بقت جاهزة معيني. تعالوا بقى ناخد اللحمة كده زي ما انتم شايفين. حطيت مكعب زبدة وحطيت فصل من المستيكة. عايز اقول لكم المستيكة لما بتبقى عندي. يعني لما بتبقى متوجدة عندي. عايز اقول ما بتكملش عندي لان انا بحبها جدا. فبتخلص معي على طول. اي حاجة بحط فيها مستيكة. المهم قمتها حطيتها بقى زي ما انتم شايفين اللحمة في الطاصة وعديها بقى تشويحة مع الزبدة. والفصل مستيكة تبقى رهيبة. حاجة بسيطة يعني بصوا لحمة بطريقة بسيطة ومش ما فيهاش بقى توابل وحاجات ديامة كده. بس بتطلع طعمها تحفة بالطريقة دي. تعالوا هنا بقى نقلي لسامبوسك زي ما انتم شايفين. اهم حاجة يبقى زيت سخن وغزير. علشان تأخذي سامبوسك مقرمشة ومش شربة زيت. تمام? حبدأ بقى قليها بالطريقة العادية. هي ما تاخدش وقت. لو عندك مثلا عزومة او انت عاملها الغداء او كده. انت تقليها على الغداء على طول. يعني تحاول اللي انت ايه ما تقليش كمية. تقلي على قد الاكلة. يعني عايز اقول لكم الاستامبوسك دي تقلت قبل ما يجيب خمس دقيق بالزبط. وده بقى شكل الوردر بتاعنا زي ما قلت لكم ده اردر وده اردر ودي الحمام لما تحمر لونه تحفة والملوخية وبقيت شربة اللحمة واستامبوسك ودي بقى الرز بالشعرية وعليه اللحمة المستكة بجد كان الحاجة الفهنة وشفة ليهم. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة